موسيقى نستكشف مكانات جديدة بالناصرية اللي هي صايرة تخبل العمار والجمال والحدائق الحلوة اللي موجودة بهاي المحافظة راح أصور حلقة ثانية وشوفوها خليكم ويانا موسيقى مرحبا زيند شونج شيخ بوارد شنو هذا المحل اللطيف المرتب تسلم الداقة هذا أنت سوتي؟ يعني أنت أسست هذا المحل؟ منتلوسج؟ يعني متش تغلين هنا أنا محلج؟ تعزين بالليل وتتحين الصباح حلو؟ شون فكرتي؟ من بديتي؟ شو كيف؟ الفكرة القادمة صار لخمس سنوات زين بديت كبيت تمام؟ بيت؟ اي استمرت البيت خمس سنوات وبعديا الحمدلله فتحت المحل شقد وفتحت المحل؟ خمس سنوات هذا المحل صار لشقد؟ صار لشهر ها بعد الجديدة؟ يا الله شو تبيعين هنا؟ هدايا ورد طبيعي انتيكات وعطور أشياء ماستر اللي هي نظارات محفظات كل أنواع الهدايا الرجالي والنسائي وهم تطلعين مناسبات تجاهزين لهم؟ اي عاد بي حلو شو قد عمرتش؟ عمر 23 23 سنة شو؟ يعني انت تحبين تطلعين تشتغنين وتحدمتين على نفسك؟ اي 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 احبيت ها 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 احنا ها احنا ها 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 احنا ها ها محطة ها ها بشي أحلى بشي ليققي عيبية باسمي زين يعني بعد سنة سنتين نشوف عديش فت معرف كل الشتبير إن شاء الله تشوفون سلسلة مع المحلة يا الله طموح حلو إن شاء الله توصلينوا طموح إن شاء الله إخواني العزاء أهل الناصرية بالتحديد اللي يدور عليه حدايا إذا أجأ عيد الحب والتدايخ إذا زوجتك زعلانة والتدايخ ما تدر وين تروح تعال يام زينب فتبك للوضعية وتلبلك الحجي كلها وتأخذ هدية وتروح تأخذ مرتك من بيتها وترجع هاي أراضية للبيت هذا وين المكان؟ شارع الشايباني شارع الشايباني تقاطع الازدهار تقاطع الازدهار شارع الشايباني مقابل معجنات اللبناني مقابل معجنات اللبناني حدايا زايا منتجر زايا منتجر زايا كل شي هنا موجود لطيف وحلو وأكون ماركات عندها بأسعار خاصة بيها وحذها شغلات بسيطة الأسعار زينة أسعار زينة تناسب كل الطبقات كل الطبقات تناسب ساعة بيش تفتحيني؟ ساعة بيش تعزليين؟ أفتحي أنا صبح ساعة 9 أعزل ساعة 10 تسعة الصبح؟ 11 مليون 11 مليون أهلي الشيجون عنيش لو تتروحين للبيت؟ لا يعني أهلي دون أهلي حلو حلو أنا حلو اليوم من نشوف ابنية عراقية من الناصرية معتمدة على نفسها ما معتمدة على أهلها لا تقولوا أنا أعتمد على نفسي فتحت مشروع خاص بيه وبديت أسترزق الشغل موعب وأنا قاعدة بهذا المحل وهنا شغلات كلهم لطيفة وخفيفة وأنا قدر أشتغلهن مو بس هيش لأتروح للبغداد تسوق جملة وترجع لهذا المحل حقيقة نشجع في الهيشي بنات بناتنا شابات عراقيات يعتمدن على نفسهم وما يقول أن والله ماكو شغل ماكو تعيين أهلي ما عندهم فلوس أنا حالتي تعظانة لا تقولك أنا أحب أشتغل وإن شاء الله صار عدي سلسلة مع المحلات ومعارض شوفوا العراقيات أن يريدن شيء ويحتمدن على نفسهم شنو يسون الله يوفقك ويرزقك وإن شاء الله بعد سنتين من نجل نزور الناصرية إن شاء الله نزور السلسلة مع المحلات إن شاء الله خليكم وأنا مستمرين بحلقة الناصرية ونخلي نشوف بعد موسيقى ونزور الناصرية موسيقى 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 أبو حسين شونك؟ للوسيل شون أخبارك؟ شون لموات؟ شون الموات؟ شون المطعم؟ نعم نعم سعبتي تبتع؟ تقريباً من الستين لليل من الستين العصر؟ لليل أين؟ جيد والصبح؟ الصبح لنا معزلي ها والله والت وين تشتغل انا اشتغل هو هناني لا الصبح الصبح انا دوام عدي بالجامعة الوطنية ما شاء الله يا قصير كلية التمرير كلية التمرير فهتا صبح دوام بالجامعة والعصر هنا والعصر تبيع مقبلات اي شا عدت مقبلات شنو هاي القدامك هلان يتسويين بالبيت كنين يتسويين كنين بالبيت تسويين عدت المحل انا مأجر زين اي وجه هزوياي وياي وياي ولد مساعدهم وتجيب نانا تفتح بهاي العارضة وتجيب اي افتح هنا شونا تعلمت هاي الشغلة والله تعلمتها ببغدار زين انا جيت اشتغل مطعم اي جيت اشتغل نانا وانجيت هنا زين حلو وبالمطعم هم سار راقي يعني هم لا يحاصب لي لكن لي زين ورجعت للناصرية فتحت هذا المشروع اي اي شا عدك كم نوع حسن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمشة ستقية سبعة ثمانية تسع عشر تدعش فتالعش اتح هنا بالجنوب المقبلات ليش يسووا حلوة وانا مرتبط بالمطعم يعني ناسا تحبي بالحلوة تحبي بالحلوة يسوه حمض ما يقل وانا والله مرتبط وين ناس فسنو Billy بس المطعم ما تبيع خارجي لا لا عادة أتحتي السفريات بيش المعن هاذا هاي اي شماذا هذا صغير بالفين هان هذا التشوير بالثلاثة وصغير بألفين نزوجة بأبرسين انت كأطفال الله يحفظه انت تشفظ مصروفك وعائلتك دوام بالجامعة هو هذا أحلى شيء يعني ما عدت مستقبلك لا لا هذا دبع أخوك بصيدة لي ما شاء الله الله يوفقك الله يوفقك الله يوفقك انت مكافح ومجاهد وبطل اهل الناصرية عمي شارع بغداد مطعمه في زهراء مطعمه في زهراء راح تكون هذا الوجه يستمح يطيكم المقبلات تخطل ترد الروح واسعار كلش بسيطة شارع بغداد هذا اعلان الاهل الناصرية تعالوا جربوا المقبلات يام على اللاوي الله يرزدك ان شاء الله حبيبي حياك الله حياك يعني حلو اليوم ان يشوف الشارع ما تارك دراسته يداوم بالجامعة والعصر يفتح هنانا مشروع الخاص به مقبلات لفرات اي شيء وهو مستمر لا عايف دراسته ومستقبله ولا عايف شغله ومتزوجه وعده عائله ومستمر يلقاعدين بالبيوتة تذن تعيينات تعالوا شوفوا الشباب وكافحين جاي يشتغلون ماكوش يوقفهم خليكم مستمرين موسيقى تحيات ومحبات احباب العراقيين اينما كنتم من الناصرية الحبيبة الحضارة والتألق الناصرية حقيقة هذه الايام يعني تزدهر في السواح والزوار من غير محافظات نعم ولذلك كرم الناصرية بالامس هنا كانوا سواح فرنسيين طبعا كبار بالسن وعزمناهم على كباب هنا عطلهم الكباب نفر كل واحد نفر وأكلوا وقالوا وهذا هواي الاكين قلت لهم هاي ثقافتنا احنا كعراقيين اهل كرم الضيف نقدم له الطعام يعني بكثرة وطعام شهي نعم ثقافة العراقيين اضافة الى اه دعم الطبقة الكادحة فيها الناصرية الحبيبة مثل هاي المشاريع الصغيرة ابو اللبين شفاء لبن مدخن طيب المقاهي هذا عصائر طبيعية مقابلة باقي له لب لبي انا من الناس اللي ادعم هاي الطبقة الكادحة واشجع لهم واروج لهم طبعا لدعمهم فان شاء الله الف هلق والف سهلين بالقادمين من المحافظات ومن شتى انحاء العالم في الناصرية الحبيبة والامان والاطمانان ان شاء الله وانا العزاء بعدني موجود بالناصرية وهس حاليا بشارع بغداد انا موجود يم اأنق ابو حب ابو علي شخ بارك الحمدلله العناقة هاي والترتيب هذا الجمال واتبيع حاب هاي شنر باعد شكت فتحت فتحي في 2016 شكت حماس صغيرة هاي الحماس الصغيرة كبر مكان احسن اشتريت هنا فصالي هنا تقريبا بالاربع سنوات تبيع حاب تبيع حاب والدوم طالب محد فلون جميلة قسم سينما اللي هو سمعي ومرايه حلو يعني الصباح بالدوام والعصر هنا تفتح اللي شوك انت ابقى ابقى الو 12 وونس وارجع البيض ابو علم اعتمد على نفسك الته من انا بسادس بالتداي اعتمد على نفسي اعتمد على نفسي اعتمد على نواد مو شما ما كان اشتغلت وام حداد اطلع ماذا ماكو دوام جمعة سبيت اعتمد على نفسي والحمد الله وست مفتح مشروعك الخاص بك مشروعي خاص هاي الحماصة تبيع بها حاب شميس اكو ناس عليك يجون اعلم تجيني من ذاك الصوب عدنا بالناصر يصوب جديد وصوب جان يجوني من ذاك الصوب الحمد الله ماشا ماشا الوضعية مصادة يعني مطلع مصروفك نعم نعم اخوهم التشبير والنعم منك عاشت ايدك وين تتوصل شنو مبالك وين طموحك طموحي كل شعالي قلت لك انا انت مشتغل الفيديوهات فيديو كليب مشتغل مسلسلات مشتغل افلام والحمد الله ودود ناصر بعد ناصر تستاذ هم يجي يوم من ايام تحفل الحماصة؟ لان الحماصة صعبة الفضل علي والله هي سوتنا عرفتنا على هذا وذاك والتشبير والصغير يعني نظر خاص عرفتنا على وهي عالم يعني يوم من ايام اذا صار يعني ان شاء الله يصير عندك فلوس يصير تاجر مستحيل تجي يوم يشيبني انا بالحماصة نفسي لان سوت اللقاء قبل شم سنويات ما عوفها عميه للناصرية هنية اعطيكم بهذا الشاب المرتب وهي سوال فالحلوة اللطيفة موجود هنا بشارع بغداد يعني حقيقة هاي دعوة لكل اهل الناصرية اصابين؟ اي اصاب الجزيرة اصاب الشامي اللي احنا بها عمي اصابين تعالوا يشتروا من عندها حب حتى لو ما تدين تشترون تعالوا هنا سوال فوايا سوال فالحلوة وحتى اذا ما عدتكم فلوس يطيكم ببلاش هذا الوجه مبين يطيكم محمد ببلاش ويقولكم الله محمد وعلوياكم ابو علي الله يوفقك ان شاء الله اشوفك اكبر تاجر بالناصرية وعندك هواي فلوس وانت ناخذ منك حبيب بلاش الله يحفظك يا حبيبي الله يوفقك خليكم ميانة ومستمرين هذا الحب نشتريه نشتريه نصاب الشامية نشتريه نصاب الجزيرة نشتريه من التجار الحب اللي عندنا بالناصرية اخذه للبيت نقع مدة يوم كامل ماء وملح اشرة بالسطح خليينشف مدة 24 ساعة وفوق 24 ساعة اكمله اجيب اللي هنا اخلي على النار مدة تقريبا 20 دقيقة الى 25 دقيقة خلي بالنار يستوي وغرب الله حتى يصل الماء يدمر وخليه بالجمخانة وبيع العالم شين علاقة تقضي الصورة مع السيد الاستستاني؟ هاي هدية هانا طبعا من اتباع السيد الاستستاني فصديقي يعرف هذا الشي فقال اجبك هدية وياي ننجب جبال هاي الصورة الصورة عزيزة علي وهي الصورة الثانية عراق الهوية هاي طبعا انا وطني قح وطني وطني يوني بيش ها مسميه حبيبي ها صح موسيقى 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 حسب القطعة. هناك قطعة يوم أو يوم أو يوم أو طويل حتى أسبوع. لا يؤثر على دراستك؟ لا أشتغل بالعطلة وما أساعدني وبابا. مستمرة؟ أي. شنو طموحك؟ إن شاء الله أفتح محل. محل؟ هم أدوات صنعية هنا في يديك؟ صناعة أدوية ووفر قوالب. حلو، عشد يديك. سلام. الله يوفر. شكراً. شكراً بحجم الناصرية على كل هذا العطاء وعلى كل هذا الجمال. الحلقة اللي هنا انتهت استعرضنا بيها أصحاب المشاريع البسيطة اللي إذا يتحدون المستحيل واللي عندهم مصرار يدامون ويشتغلون في سبيل لقمة الحلال. هاي الشغلات تشوفوها بس بالعراق. تظروني بحلقة جديدة ومحافظة جديدة وشغلات تشوفوها بس بالمحافظة اللي رح أعرضها. مع السلامة. شكراً.